يوم عرفة تصوم جدد نيتك أنه يوم لله الصلاة ركز مع كل حركة في صلاتك واستمتع بكل آية بتقراها وخلي قلبك حاضر يوم زي ده زينه بصدقات مش لازم مبالغ كبيرة لكن تصدق باللي تقدر عليه حتى لو ابتسامة لكل اللي بتقابله وخاصة أهلك خصص وقت فيه للخلوة مع الله قبل صلاة المغرب أقعد في قطك ولو ساعة وقسمها بحيث تذكر فيها ربنا وتسبحه وتستغفره وتدعي لنفسك والأهلك وحبيبك ما تنساش اليوم ده إنك تودي أهلك وتخصص ليهم جزء منه ولو مش ساكن معاهم اتصل بيهم وكمان اسأل عليهم زيارة المريض جبر خاطر اتفق مع أصحابك تخصصوا ساعة أو اتنين من اليوم ده تزوروا مستشفى وتسعدوا المرضى وكل سنة وإنتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر